سويت علاني لغناي يا مستحق الغناي روح يا أمنياتي وهواي ملا سواك الغناي طيب يا أستاذ مزميلة الهلالة يعني التحية اليوم ظل يهاجمك على طول بمسألة المكرمة الأميرية اللي ما رجعت للنادي أو مزميلة يستخدم المملكة المكرمة الأميرية لشخصه هي أول حاجة حكاية رجعت دي أنا وقعت استفزني لأنه أنا ماشي التحاجع من النادي عشان رجع على النادي دي هدية جات لكل أفراد البحثة بتاعة المريخ كانوا أكتر تقريباً زي خمسين شخص أي شخص نحن كنا كنا مع المريخ أنا والأخ الصديق عبد الميد عبد الرازق كنا سافرنا على نفقتنا لشان نغطي مشاركة المريخ للطول العربية في الرياض وشان السبعة وتنزعين الكلام وذكر كان الأخ عبد المجيد عبد الرازق ونحن قاعدين بالمسا في الفندق مع البحثة وعنا أخونا نادر مالك الرئيس البحثة وكان في اللوى فيصل محمد عبد الله والفريق فاروق وكان في عزي الأبو جريشة وفقيري عدلان ومجموعة من الإدارين وكانوا أعضاء مجلس فعلى أخ عبد المييد اقترح أنه على أخواننا في رابطة المريخ في الرياض الباش مهندس الفضلي ورئيس الرابطة دكتور مامون عبد الرحمة المختار والتحية ليوني قال ليوني أنه الأمير فيصل رحمة الله عليه تم عادة انتخابه رئيس للاتحاد العربي للصحافة الرياضية ورئيس للاتحاد العربي للقودة القدم فاقترع ليوني أنه يعملوا لافتة تعال تهنية وتدعالك في السياج كان أعتقد في ملعب الأمير فيصل في الرياضة المبارئ وهم استجابوا نعمة لافتة كبيرة باللون الأصفر ومكتوب عليها بالأحمر تهنية من نادي المريخ فصادف أنه الأمير فيصل رحمة الله عليه يحضر في المبارئة فاعجبته وتاني يوم رسل منذوب منه دع البحثة كلها لأنها تزور في قصره وتتناول معه ووجبة الغداء وجاءت نفس المراسم وقتها كان طبعا هو ابن الملك يعني ملك كان فهد رحمة الله عليه وهو كان رئيس الرئاسة العامة للشباب الرياضة في السعودية يعني وزير الشباب الرياضة فطلب جوناس المراسم قالوا دائرين البحثة الكولاتي ودائرين الأسماء طبعا الناس الجاين فكتبوا كل اللي كانوا موجودين حتى الناس اللي ما كانوا ضمن البحثة الرسمية وكتبوا ويسمعنا ويسمعوا برمية وقالتا وكان معنا سلطان كيجاب السباح الشير وآخرين يعني فمشينا والرجل دا أكرم وفادتنا رفت تسلينا بساط شالونا مشينا القصر وأكرم وفادتنا وظل يتحدث أكتر من ساحتين عن علاقة السودان بالمملكة وقتها العلاقة السياسية كانت الكلام دا في سبعة وتجين علاقة السياسية بين السودان والمملكة كانت سيئة وأعتقد كان بلادي كان موجود في السودان ما كانوا راضين عنها السعوديين وصاموا بالله فبدأ يتكلم عن آخر رياضية وكذا وإنه قال إنه أول منتخب للمملكة كان بضم عشر سودانيين وما كان عندنا غير حارس الباب ذكر قال كذا اللي هو حارس المربع وإنه السودانيين علمونه كرة القدم ولهم يعني باع طويل في إنه نشر الكرة القدم في المملكة وإنه وذكر عدد كبير من الأسماء وكانت لفت جميلة منه أكلم عننا وعن السودان بمحبة شديدة فامتدت الزيارة زيارة أربعة ساعات تاني يوم جمعا ندوب منه في الفندق بحسب الكاشف المشا رسل لي كل ذول هدية مبلغ مالي من رئيس البحث نادر حسن أبراهيم مالي دوت حسن أبراهيم مالي أنا أحتاج لنقولوش يعني وكل الموجودين اللي هو فيصل محمد عبدالله أعتقد الفريق طاروق محمد فقري عدلا رحمة الله عليه اللي هو فيصل رحمة الله عليه عادل أبو جريشة كل الناس اللي كانوا موجودين وما في ذول من الناس زي كله صارت أنا في لحظات قلت لعبد الميد عبد الرازق والأخونا كمال دوحي قلت لعمل مشكلة في المريخ وقال ليه كيف قلت لليه يا أخي ما في ذول حيصدق إنه الحكاة جاءت هدية هيفتكروا إنه جاءت قلوش للنادي والناس وزعوها وشعلوها وكده مع إنه هي جاء يقول لكل زول باسمه باسمه في مظروف فخم جدا المحترم المكرم نزم لأبو القاسم الشريف أنت عارف يعني عشت في الخليج بتعارف إنه الحكاية دي الشيوخ والأمر بيكرم وضيوف يعني يعني دي حاجة جزء من إرسون التقاليد وإذا رفضت بيكون كأنها إهانة يعني لهم فده الحصل يتركوا الخمسين دي ما يتكلموا إلا عمو الزمل وفي ناس كانوا أعضى مجلس فقيري عدلان الوحيد العالج بيها عنده مديونية على النادي قال دي مزقوص عدي تعني ما فيزه الشعل القروج دي قدمه لأنه الطريقة تضعط الأذير بيها الملف ده كان مستفيز وكان فيه إساءات وكده صقلت الناس يعني فإحنا صحفيين كله صحفي جاءت وشيرين الفريال يعني الظري فيه عشرين الفريال فدي قصة المكرمة شيء نقولوش من المريخ ولكن هدية يعني مقدرة ومحترمة جدا من شخصية كبيرة وبارزة ومحترمة طيب بستاذ مزميل يعني علاقتك بكل الرأساء المريخ جميلة اللي تعاقبوا في الفترة الماضية لكن في حديث يعني غاويل تقول أنه من يريد يعني يترأس هذا المريخ يجب أن يمر ببوابة كبد الحقيقة والله الكلام هذا ما دقيق فيه طلاقه يعني مثلا نأخذ الرأساء لأنه عصر طوم في عملي صعف أول رئيس أنا لما دخلت المجال الإعلامي كان رئيس لأنه المريخ لقيت الرئيس ماهل أبو جنة صعادة اللواء شرطة معاش ماهل أحمد أبو جنة وده ما عجبت أنا ولوكد دا كنزات وما كان عندي يسم يعني حتى عشان أقدر أزكيه ولا أنتقد بعده ماهل يشتغل لغاية أوزين سبعات زعين أو كده بعده جاء سيد محمد الياس وحجوب وده هو من هو يعني ده زعيم أمة المريخ بكل تعكيد يعني باعه طويل ولا يمكن أنه أقدمه عنه يعني ده تاريخ لحاله يعني محمد الياس في المريخ وبعده جاء سيد جمال الوالي في 2003 أنا كنت خارج السودان وبرضه جمع التعيين السلطة ما جاء أبو مزميل وجمال استمر حوالي 14 في السنة أعتقد جاء بعده المهندس أسامة ونسي وأسامة ونسي جاء بالتعيين عين السلطة وبعده جاء أعتقد جاء جاء جمال في ثلاثانية وجاء بالتعيين وأنا جيت معه في المجلس تعيين قرابة سنتين سنة أو سنتين كنت مساعد الرئيس للشؤون المالية وبالتالي ما جبته أنا بعد جمال جاء آدم سوداكال وبالتعيين ما جبته أنا لأن كنت رافض ومبدأ أنه آدم يرأس المريح وهو حبيس في السجن يعني كنت ضد الحكاية دي وكتبت رأي مشهور بعد جمال الوالي بعد أخونا آدم سوداكال وأنا بالمناسبة على أختيبه آدم جيدة جدا يعني آدم دا أنا أحفظ ليه إنه رجل عنده صدر رحب أنا بنتقده بغسوة وبيضرب لي وكان بشاورني في بعض الحاجات ويتكلم معي بمنتهى التهزيب ما حصل اليوم قال لي التهجمتني لي يعني الميتكلم معك يتكلم بتهزيب عالي جدا كانت ضربتك معه علاقة أيوة كان في تواصل بيننا يعني رغم الخلاف وأنا جاهر بأنه والله آدم دا ما من حقه إنه يرأس المريخ ومع رئيس شرعي وكده ولكن بل في القضية بتاعة كاسة شهيرة آدم آآ أصر إنه أنا لازم يجي أحضر التتويج ورسل لي أخونا عمر محمد عبد الله وقال لي ويجاب معاو تذاكر لا يمديكات يمكرونا جاب معاو تذاكر قال لي داير تهيب معك منه أرتيب أسرتك داير تهيب أصحاب من عندك وتلقى دعي الناس اللي شاركوا في القضية دي أخونا رحمة الله علي حسن كوباني والاستاذ محمد الشيخ مدني وأيمن عدار والكابتن زيكو لعب دور كبير جدا في القضية دي وكيدا قلت لي داير لازم تدعيون ومشيئت أنا حضرتها وأصر بعد مباركة دوري في المريخ بعد في التاتويج كاس مزمل كاس المريخ طبعا هو كتير يقول الملكتية فأصر أنه أنا لازم أطلع وقال لي تستلم الكاس إنت قلت أخي ما يوزل أنا ما عندي صفة أنا أصعافي لا 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 الكاس دا جيبته إنت ولازم تطلع تستلمه إنت وماسكني من يدي نزلنا من مصور استخده خرطوم ماسكني من يدي كده لغاية ما وصلنا قريبا المنصة بتاعت التاتويج وقمت وراح سحبت يدي وقفت بعيد تخح فيني أصر رسل عمر قال لي لازم يجي يطلع بلحاح الشديد منه طلحت لكن قلت له أنا ما باستلم الكاس الكاس استلمه كابت أمير كمال بالطريقة المحتادة وأمير كتر خيره استلم الكاس وجه قدمه لي واحتضني كده وقال لي الكاس ده كاسا أنا الكلمة دي يعني كان لها تقدير كبير جدا عندي شعرت أنه يعني الجهدي ده أثمر واحتفلنا مع جماهير المريخ وكده في الاستاذ بعد طبعا بكل تعكيد آدم سوداكال ما جبته أنا بعد آدم سوداكال جه حازم مصطفى ده أنا ممكن أقدر أقول ليك حازم ده ما بقدر أقول جبته أنا رئيس لكن ساهمت في اللي لكن أنا أنا اللي عرفته بمجتمع المريخ وأنا دخلت بمجتمع المريخ وهو حقيقة آآ يعني بدت رشحوا علي قضية كاس وكنا بنجمع في قروش لأنه الرسوم بتاعت الشكو كانت عالية كانت الشكو محتاجة لـ 45 ألف لـ 42 ألف فرانك سويسري ده بخلاف التفاصيل التانية في المحامي وفي عشياء كثيرة ومراسلات وكده فكلها بتنبي ديها تشيل والمستناد كلها بتتطبع من ستة نسخ وكده وشغل كان مطيب فإذا عرفت علي في الوقت دهك ورشع علي الأخ وليد نجم الدين وليد منجمة قال لي في مريخابي رجل عمال ناجح وكده والرجل اللي عنده رغبة إنه يخدم المريخ وكده اتصلت به وإذا عرفت به ووريته إنه عندنا قضية بتاعة كاس الوقت دهك يعني دفع كلها الرسوم دي فأنا قتال هي قيمة المبادرة دي في تشاركيتها إنه يشاركوا في عدد كبير من من ناس المريخ لأنه يتوري يعني بوحدة أهل المريخ حول القضية دي خلف القضية وقال ليه خلاص لو نقصت قروش أنا بتمها ونفس حكاة قال الجمال لكن الحمد لله القروش فاض ودفعنا الرسوم ويعني كل أدعاب الدعوة فلاحقا أو بعدها عمل عدة مبادرات أخونا حازم يعني عاد تسجيل لعبين دفع مبالغ كبيرة حفز لعبين المريخ كان فازوا بالدوري حفزهم عملوا احتفال كبير جدا في الريفيرا تاني المريخ غلب الهلال في بطولة الدوري عمل لهم احتفال وقدم لهم حوافز وكان بصير إنه أنا أجي أشرف على الحكاية وشارك على كده لكنه ما كنت أستري مقولوا شفيت دي يعني كان في آخرين أخونا ود الجزيرة وأخونا الصادق ودهم در وذلك كانوا يشرفوا على الترتيبات ونمش أحضر يعني فلاحقا الناس المريخ اسم حازم برز وقدمه رئيس واجمعوا عليه وفاز بالتسكية ده أنا ممكن نقول عبت دور في إنه حازم يعني إنه هو يصل لرعاة ستنازل مريخ هكي مجرد تطرق إنك تكتب عن شخص في عامودك ممكن يجي رئيسنا من ريخ بعد أي من بجيبين أي من ده والله على ما أقول شهيد أنا هو صديقي جدا صاحبي وربطتنا علاقة وبنقعد نتونس وبنقعد بلومسياتنا لعب كشتين مع بعض في شارع النيل وكده وهو حب الكشتين وكاواها يعني بكاوا مكاوش شديدة الكشتين وبين التنافس محتدين فيها كان ولحقا قالوا نحنا كنا قاعدين نسكر وكنا قاعدين يعني ربنا نسامحون لأننا كنا قاعدين في مكان عام يعني فلا الفيديو الظهر ده في تفاحة كافية ظينك انت طبعا زور رياضي بتعليل تفاحة المحلة المحلة لاتهموك انك تدير فيها المريخ في عدد مزبلة بعد أنا ما كنت قاعد أمشي تفاحة كافي كبير إلا بعد كتير إلا بعد ما يعني ممشي هزور رقون طارق تفاحة مرة مرة كده سلم عليك ما كنت من رواد المخة لأنه أنا ذاتي من شغلي في الجريدة الساعة واحدة واحدة ونص صباحا تكون المخة قفل فمرات لما انتهي بدري بمشي أخشى طارق أسلم عليه وكده بعد ما أجد هنا غطر الفيديو ده نحنا هنا يعني بعد ما جيد غطر كلام ده شهري عشر أو شهري 11 2022 وأيمن كان وقتا رئيس لأعتقد كان رئيس لدي التسير فهما بيقوا 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 شلتنا شل فيها مجموعة من الأصدقاء وناس كله وناس محترمين يعني ناس عنده نسمعه زي مستر على الدين ياسين كان مدير المستشفى حي الصافي عضو مجلس المريخ السابق الأستاذ عطاف محمد مختار رئيس صحيف السوداني أخونا الصحفي الزميل معاوي الجاك منير نبيل عضو مجلس المريخ أخونا المقدم شرطة صادق بنته كان بيجينا المحامي الشهير معامو فاروق الشقيق يعني الصديق شقيق معامو فاروق من قيادة الحرية والتغيير وآخرين بنجي بنقعد في مكتب الأخطاري ودي كان متين أنا بمشي مثلا كل شهر بمشي السودان من قطر لانو نسا كان عندي عمال هناك الجريد الشغالة ومدارس الجريد الشغالة فبنتلاق بالمسيات في تفاحة كافية في مكتب الأخطاري فاتح لينك الترخير ومكتبه بنقعد نلعب فيه دي القاعدة اللي قالوا فيها ويسكي وفيها سكر ويشهد الله هذا ما حدث والفيديو نصور وزول أخونا صديقنا يعني معانا في شولتنا وكان كل واحد ما يجرى الثاني خمسين بصوره وانت الفيديوهاتك عميني يعني أي من لو يجرى خمسين الله يحل لك الحلة بل يعني هي حصة تعت له بريء والله لا أقول شي وما ممكن أنت تذكر في تفاحك يعني يعني دي مدى المستحيل بعينه ما في ظل بيمشي في الفترة دي أنت وجودك فيها برضو كان بيقولوا الناس يعني مزملة بورغاسي بديرا من ريخ مع الشلة الموجودة في تفاحها والله زي ما أقوله أنا الحق لم يترك لي صديقا أنت عارف أي من اندزعت وانا بسبب نغدلة المجلس وانتغدت وزيل يعني أخدها على محمل وكده وستغريم أعطواصل بيننا منقطع يعني قالوا السبب عزاعة لك أستاذ نزميل أنك جبت محترفين وأبا السيد رئيس القطاع الرياضي في المريخ أبا يسجل حتى أبا يفتح ووضوع المحترفين وززميل أبو القاسي وجاء خلاف بينك وبين أمين وجي طيب إذا رفض الحكاية دي ويصل غطاع الرياضي في سلطة الأعلى رئيس الناد يعني هو صديقك أنا أخصرت بالله أنه لم يحدث أن تدخلت في ملب بتاع لعب محترف ممكن أشوف لي لعب مميز وهم أتكلم عنه أنه يتعبع اللاعب وشوف فيه إمكانية يعني نحضر كورة كل المباريات المباريات الأفريقية كل البطولات بنتابعة وأي لاعب مميز بتشوف يعني كمرقابي بتتمنى كده في غرارة نفسك أنه يجي المريق ممكن تحصل حي زي لكن أدخل في تفاوض وامور مالية وشي اللي جرش أدخل الجاي باللاعب والله لم يحدث ولن يحدث وانا ما محتاج لحي زي دي الحمد لله يعني جوكف هو هو أمكل الحكاية دي لريكاردو وكان لنا في حوار عملته معاونا في فندق انتر كونتينينتل هنا في الدوحة عشية تفوزه عملته معاو حوار بعد تفوزه بساحتين وبسيته ما ما بسيته لايف نشرته في صفحتي الفيسبوك منتجته كده وابسيته في صفحتي ويوم قال أنه أمكل أمر اختيار اللعب الأجانب للمدرب ريكاردو وجاب ريكاردو وقل ليك حصلت فيها سمسارة بس ما في نينة التفاصيل لكن ما مظلون عندك دليل كده يعني ما أنت الحايل التكتيب دي يجب إنك لو سئلت قضائيا تقدر تزبتها لكن الحكاية عرفتها لاحقا من أيمن ذاته يعني قال أيمن يعني لاحقا بعد اللعيب دي ما مش كده لكن يعني أمر تشجيله ونكل تمد عن طريق رئيس النادي شخصيا مع المدرب مغاشرة ما في سؤل دقل في النص يعني في المدربة طيب جميل في الوقت الحالي في رئيس يديد هذا المريخ ما عاوز أقول هو مزمل من الداعمين رئيس المريخ الجديد برضو قال يجاو مزمل ما هو دي المسألة والله ما أنا وغيت الحكاة شرقاوي أنا وقعت ضايني إنه الناس يحترفوا ليك بأنك إنت مؤثر بحاجة كعبة مستمتع جدا ما عندي مشكلة فيها لكن حقيقة أنا ما بنسيب لنفسي بطولات وهمية حي لأنا ما عملت بقول أنا ما عملت لو جبت أنا مثلا الآن كان عمر النمير ولا حازم ولا غيره ورشحت شخصية يعني عندها قدرات مالية وإدارية وجعت تقلدت منصف المريخ وفادت المريخ خلال هذا يحسب لي أم عليه ما المشكلة فيه كلهم قد يخفق ويرمش جماعة ما خلاص التوفيق من رب نصحة تعالى لأن واصلا الأندي بتاعة القمة درجة لأنه الأعمال عشان يعني ينفعوا عليها زي ما حصل في الصوبات بالمناسب الرئيسة الوحيدة جبت دخلت الوسط الرياضة 100% ومسؤول عن كلامي ده وبقوله هو الأخ هشام هشام ده صديق شخصي لي وبعيد عن الكورة وبعرف تيب أمها كان عند علاقة نهاية بالكورة كان قضية قضية سياسية بحت قضية بتاعة الفاخر وهو طبعا شغال في مجال البترول هو الشركة الفاخر كان شغال في مجال البترول فإذ أتت ذكره في واحد من مغاراتي سياسية وقته كان محبوس وقت بعرفه فبعدها بفترة تصل بيلا جمال الوالي قال يا أخي هشان تطلع ويفتكر أنه الجزئية اللي انت كتبت عنه ذي حبس لإخراج الشركة بتاعته من سوق النفط تجارة النفط وكده ويدخال شركة تانية قال لي بتكر إنه العبارة دي ساعدت في وضع قضيته في دائرة الضو وساعدت على يطلع صراحه وإذا ريلاقي كشكرك وكانت صلب عدة مرات هنا ما رديد عليه في نهاية ضرب لي ورسل رسائل ضرب جمال قال لي يا أخي هشام ده بتصل بيك وإنت ما تترود وكده رجع عليه وقام يتكلم كلام طيب في حق الأخ هشام مدح لي إنه يا أخ هشام ده راجل كده وكده وكده ورجو نك تتعرف به وكده وفعلا اتلاقي نا شكرني وبدأ بيننا علاقة وبعد داك بدأ يعني هو يتحدث معي عن إنه عنده رغبة إنه يخوط تجربه في مجال العمل العام في عموم وفي العمل الرياضي وأنا رأيت فيه إنه الرجل عنده قدرات مالية كبيرة وزول ناجح رجل عمال ناجح جدا في كل مؤسساته وإنه ممكن يعني يفيد نادي المريخ وبديت أقدم فيه لمجتبع المريخ وعرفته وإخونا إصام الحج وإصام مشاه معي في مكتب في العمارات وزورناه وقعدنا معاه ودينا ترتيبات إدخال إصام الصوات لما يكتبع المريخ فالمريخ وقتها كان يدو مانع في الحاجة دي أصلا هو لا يوجد عمل لي مشكلة لا ما في مشكلة لكن في النهاية كم موافق كم موافق كم موافق لعلم درايته بيقوم بالبجتمع الرياضي أو ما بيعرف كورة لا وقال إنه عنده هو ما كورنجي ما كورنجي لكن هو كان مفتون بتجربة جمال والي تكري إنه تجربة جمال والي في الوسط الرياضي تجربة ناجحة وعملت له شبكة بتاعة علاقات اجتماعية كبيرة وقاعدة جماهيرية ومحبة عند الناس وكده وإنه هو يستطيع إنه يخذ تجربة مواسلة سيما إنه عنده الإمكانيات فالمهم بعد ذلك تدخلوا بعض الأخوان هلالاب أصدقاؤه عنده أصدقاء هلالاب زي مرغان إدريس ودكتور بروف محمد جلال هو الرشحو مع مرغان إدريس لشداد فقام شداد عينوا رئيس لجنة كسير محمد جلال المستشارة الأول لابن رئيس شلو قانوني كان في الاتحاد تحية له برضو طيب يعني دي مسألة معروفة الآن أصبحت في السودان أستاذ مزميل أنه أي شخص عاوز الظهور وعنده إمكانيات ماديها بطرق باب مزميل ولا بطرق باب أي صحفي حتى يدخل المجال الرياضي اللي أصبح ممكن دخوله ما محتاج محتاج مادة فقط في السودان محتاج رؤى وأفكار ولا ما عارف أنت عندك وجهة نظر في المسألة أجيك لي أخونا عمر النمير برضو قالوا يعني أنا بالله حقيقة ما تشرفت ما عرفت يعني ما كنت بعرفه وممكن أكون سمحت باسمه قراجه العمال ناجح وكده وعنده شركة شغال في مجال البترول اسمها فيض النعمة إذا ما كنت مخطئ وإنه شاب طموح وكده لكن ما بعرفه ما عرف شخصية ما تلاقينا أصلا حتى هذه اللحظة ولا في مجتمع المريخ أصلا ما التقينا قبل كده يعني ولا ما جمعتنا لا تكلمنا مع بعض إلا في جروب بتاع واطب باسمه الجمهورية الرابعة زمينا محمد جمال جندول ذكر حدث بين الجدال في قضية عامة ما عنده علاقة بالكورة هو طرح قضية تعلق ببنك السودان وبنك النيلين وموضوع المحفظة السلعة الاستراتيجية وكده وأنا كنت يعني مختلف معه في الرأي فيها وجهت ليه ونغضي كده على خفيفة يعني فيها وآ أصنع النغاش قال قال يعني النغاش ينتد كده ويتفرع فقام قال إنه مرخابي وإنه هو بيطمح لتولي رأس نادي المري قا عايز يعمل فيه وطفرة بحوله لنادي عالمي وكده بعد ما تنتهي الحارب قال كده فأنا طبعا يقول إنه مرخابي بحس بمودة إجاهه يعني يضرب فيك روتر حساس من خلال محبة للمريخة فأنا كنت أغلصت عليه شوية في النغاش خفضت الوتيرة كافي زملاء إعلاميين موجودين مريخاب موجودين في الجروب وأعتقد من بينهم سامر عمر بابي عدد من الصحفيين المريخاب فأعتقد واحد منهم هو البلغ أخواننا في مجلس المريق بإنه يا أخي عمر النمير ده قال مريخاب عنده رقب يشتغل في المريق وكده واتواصل ومطعا بوقت ده كان أيمن استغال ونجيب الاستغال والمجلس بيبحث عن الرئيس وكان طرح اسم لق حازم مصطفى وحازم احتزر أو وضح شروط إنه المجلس استغيله وكده ومعوا فوق على الحكاية ده دار يستمره فليجوا في عمر النمير ده خيار جيد تواصلوا معه وزين طرحوا للحكاية ده حصل قبول وإيجاب مثل ما يحدث في الزواج وهو من رسرة ذكر كده أصنع الكلام في القروب إنه هو من الكوارتها وإنه الأستاذ محمد الياس محجوب خاله محمد الياس محجوب هو زي مثل مريخ يعني لكن أنا أعرف تلاحق إنه حتى والدلياس ما كان عنده دور في الحكاية دي يعني تواصلوا معه وقوانا في المجلس ديركت وعملوا بعه تفاهمات وجابوا طرحوا كغيز بالتعين ما عندية علاقة بالحكاية دي أنا نهاية ورضو قالوا يا ومزمل طيب طيب أستاذ مزمل يعني أول حاجة خلينا نعرف إنت نخولك للمجال العمل السياسي الصحافة السياسية تفصيل الآن مزمل وقاسم كثير من الناس بيقول لك يا أخي دمتين جلي عالم السياسة عشان يكتب ولا كده نحدد مزمل صحفي رياضي سياسي اجتماعي إعلامي شامل والله أنا درست إعلام صحافة وإعلام ما درست صحافة رياضية العمل في ميال الصحافة الرياضية بحكم محبتي أنا للمريق وليلرياضة كنا زور رياضي يعني لعبت طائرة ولعبت سلة ولعبت كورة كورتك كنا كانت كويسة كانت كويسة لكن الإصابة كنت لعب وسط لعب محور كنت مبرز جدا في كورة طائرة كنت في منطقب شندي ونادي النصر وكنا مسيطرين على كل البطولات لعبنا بطولات عسكرية وبطولات غومية كورة طائرة وعبت فترة بسيطة في نادي المجد كنت بتتمرر معاهم يعني ما نضميت لهم رسمية لكن كنت بتتمرر معاهم المجد على أيام المجد والسجان كانوا زي المريق والهلال في كورة الخدم دي في الكورة الطائرة كانت صالة تلعاب الرياضية دي يعني لو ما جد بدري المباراة تكون ساعة سبعة مثلا لو ما جد ما بتدخل آلاف يعني وتجيح ومستوه كان عالي حقيقة كان في لعيبة هفزاز في الفريقين يعني صلاح الصادق وجقاوة وأحمد سيفة اليزل وسيفة بلانش وياسر وكمال بابيكير وديل في كانوا في وحافز وصومالي وديل في البيت وكان سجانة برضو كان فيها دهاقين وأساطين بتاين كورة طائرة زي عبد المجيد دريس وزي حامد ضو البيت ويعني الفاتح الجعان وحاتم لوفا يعني الفريقين ديل كانوا منتخب على السودان بتاع كورة طائرة منتخب كان قوي يعني وبراء يكون مستويات عالية جدا جدا أنا رياضي في الأساس بحب بحب الكورة لكن أنا كتبت في كل المناحي الحياة يعني حتى وانا في الرياضة بتحدث يعني قبل ما أدخل المجال بالصحافة السياسية كناشر وكرئيس تحرير قلت بتناول الشأن العام في جرائد الرياضية بتحته يعني بكتب عن الأحداث الكبيرة اللي بتحصل يعني بكتب عن القضايا الفنية بكتب مواضيع اجتماعية بكتب مواضيع فنية آآ كل الفنانين الكبار والشخصيات البارزة اللي بتغلت إلى رحمة مولاها كتبت عمدة شهيرة في رساء عثمان حسين وفي رساء وردي وفي وفي كل القضايا الكبيرة بتبكتب يعني قضايا آآ عمدة طابع معين بعيد من الرياضة لكن بديت أكتب في الشأن العام بانتظام من 2009 في صحيفة الأحرام اليوم مع الهنداء الزادين ما كان يوميا لكن كنت بكتب بانتظام يعني آآ في 2013 من 2013 أصبح عندي مقال بقيت رجلت على الصحيفة سياسية سياسية يعني عشرة سنوات لي ورا يعني دي المقال بتاع للعطر الاستضاع ده بدأ في 2009 وتزعة في الأحرام اليوم دي كم سنة حتى الآن خمسطار سنة يلا ويقول لك بدأ مع بواكر الحرب العمود دي عمره خمسطار سنة تفيوش في الشأن العام وبانتظامه كعمود يومي من 2013 لعشرة سنوات عمود يومي وأنا رئيس تحرير الصحيفة السياسية من 2013 وناشر لصحيفة السياسية من 2013 فما بدأت الحكاية دي الليلة والمبارح ولا مع بدايات الحرب قبل سنة وسنتين من 2013 وعندي قضايا كثيرة جدا فجرتها من خلال العمدة دي وقضايا فساد وأنا أفخر جدا أنه أنا من خلال عمود للعطر افتداحة يعني ساعدت على إيقاف جريمة بيع الميناء للشركة التايلنديا كتبت مغالين بعنوان جريمة في الميناء كلام ده في عصة وطل انغاز وتم الحكاية دي حولت القضية دي لقضية راي عام وتسببت في فسق العقد لاحظة لأن العقد كان موجحف جدا أيضا المقالات كثيرة جدا اتعرضت بسببها لملاحقات من جهاز الأمن واستجوابات واستدعاءات ومصادرات صحيفة اليوم التالي السياسية صدرت في عهد الانغاز 36 مرات دي دي الان رصدتها ممكن تكون اكتر من كده شوية في حيات فلتت صحيفة الصدق صدرت اربع مرات بسببه بامر جاهز والمصادر كيف خلوك تطبع وتنتهي من الطباعة ويصعد روح من الطباعة ويجير ويجير مالك تاني يوم تبيع بالكيلو قسارة بمليارات الجنيهات ده بخلاف الاستدعاءات لادارة استدعاءات عشرات الاستدعاءات والسيوابات في ادارة الامن السياسي في جهاز الامن في ادارة الاعلام السياسي في ادارة الامن المجتمع او اسمها ادارة امن المجتمع اعتقد كانت في غاردين سيتي في بوري نظام العام لا تابع لجهاز الامن نظام العام في جهاز الامن لا ما نظام عام هما زي الامن المجتمعي يعني لما تكتب قضية ما عندها تكتب في قضية ما عندها طابع سياسي عندها بيفتكروا إنها بتمس المجتمع ده جسم مختص بملاحظة الظواهر السالبة في المجتمع يوم يستدعوك هناك ودي حصلت لي ايام انتخابات اتحاد الكورة لما تدخلت امانة الشباب في المؤتمر الوطني في الانتخابات بصورة سافرة وننتقلتهم بعنف وسمينا طائم انت الخراب وشنوا عليه حملة الشعواء وصلتوا عليه جهاز الام وتم استدعائي وتمت مصادرة الصدى واليوم التالي ويوم صادروا من ليلة الاتنين واليوم التالي بخلاف المصادرات الزكرتانة دي وإي لو في اي زول بيجادل ادخل اكتب في جوجل مصادرة صحيفة اليوم التالي او جهاز الام المصادر صحيفة اليوم التالي ويشوف شوف صودرة كم مرة الصحيفة دي وفي احدى المرات تم يقافة لاجل غير مسمى بقرار من البشير انا عرفت كده لاحقا بلغوني طبعا بي بيبلغوا بي تالفون بقل لك ضابت صغير كده بقول لك جريدة تم تعليق صدورة لاجل غير مسمى واستمر الإغاف 21 يوم والمصادرات دي كان بدتني خسائر طائلة مليارات الجنيهات وايضا كان فيه وجوه تانية للملاحقة تمت مرة باستخدام بتوظيف مصلحة الضرائب جيبوا ليك تقديرات جزافية يعني بالذكر جابوا ليك تقدير جزافي قالوا ده فاقد ضريبي لضريبة القيمة المضافة على الإعلانات جايبيننا قال تقدير جزافي 2 مليار و600 مليون وقتا الجريدة كان ده 50 جريش حتى انا مشيت وقابلت اللجنة المسؤول السوقت معي الطاغمت على الحسابات تلاقي الجريدة دي لو لو تم بيع كل وزعت كل المطبوع بتاعه ما رجعت ولا نسخة من بداية السنة لآخر السنة الانكم بتاعه داخل هذا ما بيصل للمبلغ ده الوقت ده كان ما في حديث بالمليارات كان يعني الليار ده كان رغم ما في الناس ما بيتكلموا بيه يعني الجريدة كانت بخمسين جريش فانا عرضت لي مضايقات شديدة جدا السبب شري يعني الكتابات لأنه الصحيفة كانت صحيفة عرة صحيفة مستغلة وكانت اكتر صحيفة مفتوحة للمعارضة فيها كل صحيفة دي كان بيكتب فيها اليوم التالي نتكلم عن اليوم التالي اليوم التالي كان بيكتب فيها كبار الكتاب وصحفين ومن كل ألوان الطيف كان صحيفة مستغلة أو أنت للنظام السابق لا لا هي صحيفة مستغلة لا صحفيين اللي بيكتب فيها أيوة في صحفيين كانوا مع النظام وصحفيين ضدوا وفي كتاب بيكتبوا بيصورة رادبة معارضين كانوا يعني من الكتابة كانوا بيكتبوا بيصورة رادبة كان أستاذ محمد لطيف أستاذ عادل الباز أستاذ إسحاق أحمد فضل الله كان بيكتب فيها عثمان مرغني كان بيكتب فيها الأستاذ جمالي علي حسن كان برضو معانا داليا الياس وكان عدد كبير يعني من الكتاب وفي كتاب كان بيكتب بيصورة رادبة بيكتبوا راي يعني مثلا عمر الدقير كان بيكتب معانا عمر يوسف الدقير كان بيكتب معانا البروف الواسق كمير كان برضو بيكتب وآخرين وكان التشكيلة بتاعتها جوا كانت فيها يعني صحفيين عندهم مختلف انتباعاتهم هم يدخلوا الجريدة كانوا يدخلوها يدخلوها كصحفيين مهنيين يعني مثلا المحرر العام كان الأخ الأستاذ صديق محمد الغزباط وهو كان من الناس المعارضين للنظام وكان كان من المعارضين وكان معتقل يعني لفترة وكان حتى ترك السودان بعد ما طلع من المعتقل أنا مشاهدت في الغاهرة وأغنحته إنه يرجع ويشتغل معاي محرر العام هو صحفي ليوباح طويل وزولف يعني صحفي مميز محمد الغزباط والفاتح وديدي وكان المستشار التحرير كان الأستاذ نبيل الغالي وصحفي وكاتب ورواي وشاعر وهو من طائفة الأغباط يعني بالمعنى كده إنه هي كانت صحيفة عبارة لكلها للسودان ما كانت صحيفة مهددية كانت صحيفة كانت شغالة صحيفة مستغلة وصحيفة سودانية الهوى والهوية ما كانت تابعة ولا منقادة للنظام بل صادمته كثير في نشر العشرات من تحقيقات وقضايا الفساد طيب أستاذي يعني في الجامعة أنت كنت اتحاد ديمقراطي ومن الكوادل المميزة في اتحاد ديمقراطي رأست عدد من الجمعيات والمناطقية الجغرافية أو كان عندك نشاط يعني بالحسبة إنه متزمين أبو القاسم بعد الجامعة بعد ما أصبح يسمى متزمين أبو القاسم أصبح هادئ أو على مصطلح كده الناس بيقول لك الراجل بلعب بالحبلين يعني ما عاوز يكون معادي ولا عاوز يكون أنا ما سياسي ما كنت سياسي أنا تعطيت السياسة في الجامعة أنا انتميت للحزب الاتحاد الديمقراطي منذ السنوي العالي يعني مرحلة السنوي أنا كنت في رابط طلاب الاتحادين في شندي الشباب الاتحادين في شندي الكلام ده في ديمقراطية الثاني دخلت الجامعة مما دخلت الجامعة سلمت نفسي لرابط انضميت لرابطة طلاب الاتحادين الديمقراطيين في الجامعة الإسلامية وبعد ذا قبيلت قيادة فيها وقلت الرابطة أنا وترشحت ضد الكيزة أنا أربعة مرات أربعة سنوات وسقطنا طبعا وقتها كانت بواكرة نغاز لما دخلنا المهنة الصحافة طبعا بتستحلكك إنت إعلامي بتعرف الحكاية بتستحلك كل وقتك ما هيكون عندك وقت للسياسة ما هيكون عندك فما كنت شغال سياسة كنت شغال صحافة في البداية كان صحافة متخصصة صحافة رياضية والرياضة أخذتني كان كل اهتمامي في الرياضة والصداة وأعمالي الخاصة والمريخ وكده ما دي معظم وقتنا للمريخ وله عملنا الصحافة المهنة يعني ولغاية ما ريحتها تانية للشأن العام عبر بوابة الصحيفة الأحرام اليوم في 2013 وصحيفة وانغمزت أكتر في الشأن العام والصحافة السياسية بعد ما تملكت صحيفة اليوم التالي في 2013 وتفرقت لها يعني تركت يعني زمي لفهم بكده أنك أنت الصحافة صحافة بدون أي انتماء أنا الصحافة محترف لكن أنا أفخر تركت الانتماء الاتحادي لا لم أترك أنا اتحادي الهواء يعني عندي محبة للحزب الاتحادي الديموقراطي وللفكرة الاتحادي تكره أنه ده يعني حزب الوسط والحركة الوطنية حزب السودان الحزب الذي يعني يماسل ويشابه المزاج السوداني المزاج بتاع الوسطية والمحبة والبعد عن العنف والبعد عن الغلو والتطرف يعني الحزب الاتحادي قاعدتهم حتى أصبح تفرعاته كثيرة طبعا ومماتحادي لأنه انكتر انكتر ناس في السودان ولو اتحدوا وجعت أي انتخابات ما في حزب بيقدر ينافس الحزب الاتحادي الديموقراطي في شعبته الآن في 18 تقريبا لافتة اتحادية وأنا قبل فترة كنت جزء من مبادرة الوحدة الاتحادية شاركوا فيها مجموعة من اقتاب الاتحادي والتصالوا بي وعارفين يعني انتمائتي السياسية وخلفياتي وكذا وطلبوا بالني أن أشارك معهم بجهد في توحيد الحزب الاتحادي الديموقراطي ووافقتها كان من بيننا أخونا طاع البشير ومامون بشير النفادي وأخونا تور الدبة وأخونا معجموعة يعني من قياه ذات الاتحادية وكذا فعلا حضرت معهم مجموعة الاتحادات من اجتماعات تواصلنا وسعينا لأنه نوحد الفصائل الاتحادية والحكاية دي كل لد بملتقى كبير جدا لدعم الفقعة الصداقة وحضره سيد جحفظ الصادق رحمد عثمان مرغني وكان يعني عمل في اتجاه توحيد الفصائل الاتحادية فأنا في حياتي لم أنتمي إلا للحزب الاتحاد الديموقراطي والفكر الاتحادي لم أنتمي للحركة الإسلامية ولا للمؤتمر الوطني إطلاقا ولا يوم ولهم حتى يقدروا كيزان يقولوا إنه الزمل بنتمي ليون ولحظت قالوا واحد وما بقولوا لأنه وما عارفين إنه أنا ما أنتميت ليون ومع إنه أنا ما برى في في الانتماء للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ما برى العيب يأتي من من يسرق من ينهب من يقتل من يفسد ما في مجال هنا للمحاسبة الجماعية إلا إذا اتكب الحزب مثلا خطايا توقعوا تحت غالطايلة قانون الأحزاب وكذا لكن بعرف كثير من الإسلاميين بعرف على خلق ودين وناس مضاف وناس عندهم يعني باع في خدمة الوطن وبعرف هنا الفازدين طبعا ومنهم من لاحقناه ونحن في قضايا بتاعة فساد وتحقيقات استقصائية في صحيفة اليوم التالي نشرنا عشرات التحقيقات الاستقصائية عن قضايا بتاعة فساد وتعدي على المال العام لرموز في الحركة الإسلامية أنا أقول لك حاجة لكن أنا يوم واحد ما قلت إن أنا مناضي ولا قلت أنا سياسي هي طبعا تعتبر معلومة خسائر بس لو حسبتها لي قلوش عن مناضي كبير لا هو طبعا مزمل بيقروشه بس مزمل بيسعى للمال أكثر من السياسة أنا شغال صحافي ما في زول يعني بيعيبوا عليه وإنه هو يبحث عن المال يبحث عن المال بطرق شرعية السؤال هل أنا بحثت عن المال بسركته أنا لم أعمل في أي منصب حكومي نهاي لم أعمل في أي صحيفة مملوكة لزول من الحركة الإسلامية وكوزة وكده يعني كل الصحف ياكا صحف رياضية مملوكة لناس ومعظم من كانوا قطاب اتحاديين وزي طاها البشير وزي زي صلاح يديس في الأميرة البرير أقرب لل اتحاديين اتحاديين وحزبهم يعني ممكن أصل أهل البرير موضوع من عدا شاركتك مع الهندع الزادين الهندع الزادين ما نحنا كان تمويل مننا نحن يعني هو كان بيجهده وهو حفظ له إنه قاضي الجريدة للنجاح يعني لكن ما اشتغلنا عنده وشاركناه بيجهده طيب كنتك يعني في عامود شهير كتبته في لما تولى أحمد هارون رئاسة المؤتمر الوطني و ذكرت محاسين كثيرة جدا جدا لحمد هارون نعم في قيادته للمؤتمر الوطني عندما ترجل أو عاد البشير للبدلة العسكرية شوف أنا واحدة من الحيات قاعد يستخدمون الناس اللي بحاولوا يلحقوني أو يلصغوني بالحركة الإسلامية المغالدة أنا بدار يقولي لك على الملع أنا أصلا زول ما قاعد أخاف من أني أجهر بقناعاتي أنا عندي رأي إجاب جدا في مولانا أحمد هارون وبعتقد أنه من أنجح رجال الدولة اللي عملوا في فترة الإنغاز وإذا عملت معاه في ملفات رياضية وشفت أنه لما كان وعلي جنوب كردوفان بنى أستاذ أعتقد اسمه أستاذ مورطة وبنى أستاذ أعتقد في الفاشر أو نيالة ما أعرف وجبنا قلعة شيكان شفت تجربته ناجحة جدا في ولاية شمال كردوفان من خلال تجربة مع أسماع والنفير اللي هو رفع الشعار ما هي طريق مستشفى للتنمية ونجح في أنه يعمل صورة بتاعة التنمية كبيرة جدا في ولاية شمال وكان باب وكوالي مفتوح لكل أهل الولاية ويقول أن تسأل أهالي شمال كردوفان في عموم ومدينة لبيت حضرة شمال كردوفان عنه أنه رجل جماهيري وكان متحلي ويزعى لأنه يحل مشاكل وأنه عمل طفرة كبيرة جدا في الولاية على الصعيد السياسي والعمل العام على الصعيد الرياضي بنى واحد من أفضل استادات في السودان استاد قلعة شيكان وأصبحت الأبيض عاصمة كرة الغدم في السودان تكون تستضيف كل المباريات بتحت المنتخبات بالإضافة هناك أفريغيا وتبنى إلى الروبيض ولغاية ما وصله المنتاز وكان بصرف عليه بسخاء من ميزانية حكمة الولاية ويبلغ العيبة جانب وميزين لغاية ما خلع الروبيض بيقى من أغوى الأندية في السودان وبيقى وصل نصف نهاية كنفيدرالية وبالتالي أنا عندي رأي جاب جدا في أحمد هارون كرجو الدولة ما عندي معه أي مصلحة ما عندي معه أي انتماء سياسي لكن أحترمه كرجو الدولة واكد أما مسألة إنه والله أحمد هارون مجرم وغيره دي ما بحكم في أنا دي دي ما زالة تترك لمؤسسات العدالة كان العدالة الدولية ولا العدالة الوطنية يعني تفصل فيها تحدد ما إذا كان مجرم ولا يعني بري بالتالي دي أنا ما عندي فيها يد ولا بحدد أنا لكن أنا كتابتي عنه جاءت من خلال تعامل مباشر للرصد لإنجازات كرجو الدولة مش لأنه أنا بحب عشان أنا كوز ما أنا ما أكوز ولو كنت كوز ما بنكور أنا ما يعيب ما شايف يعيب إنه يكون أنت منتمل الحركة الإسلامية أو للحزب الشيوعي أو للحزب البحث أو للحزب المطور السبحاني هي قناعاتك طبعا دي قناعات شخصية كل زول حر في قناعاته وبالتالي يحاسب على أفعاله ليه لأن كل الناس يعني ما هي مزايدة يتنصر من الحركة الإسلامية وعدم انتماؤهم للكيزان وخدموا فترة طويلة مع الكيزان ما في ناس يعني مثلا في ناس انتهازيين يعني شعب كل حكومة بقولوا لكن أنا مزمّل أبو القاسين ده لو انتميت للحركة الإسلامية لما أنكرتها لأنه ما أخبر أخاف من زول يعني ما دي أنا حتي أنا حور فيها لو أنا كنت انتميت للمطور الوطني ده في يوم من الأيام والله هاي شي اللي أعلم لكن ده ما حصل ما أنا أقول الكلام ده لأنني خايف من زول يعني كويس لكن في تجاه سياسي أو قوة سياسية وبالتحديد أنا أقول لك أكون صريح يعني زي الناس الحرية والتغيير أو ماذا رجل عميم برضو التعميم ما كويس في قطاع كبير منه كل من ينتقدم هو كويس يعني لو كتبت نفسا كتبت عن تجربتهم في الحكوم كنت أفتكرين أنها تجربتهم ومشوها يعني لذي ما العدالة الطلع شباب الصورة يعني حسوا عنها العدالة إنك تمارس تكون عادل في تعاملك مع المتهمين مع خصومك السياسي إنك تعليم شأن دولة القانون إنك تحترم حقوق المتهم إنك تخضع لمحاكمة عادلة تحترم كل حقوق الدستورية والقانونية إنه يعرف ابتداء إنه متهم وإنه يتمتع بحقه في المحاكمة الحضورية وبحقه في المحاكمة العادلة وفي حقه بأن يظل بريئا كمتهم يظل بريئا حتى تزبيت إذانته وبحقه في الدفاع عن النفس إنه يستعين بمحامين وكذا ما حصلت الحاجات وبحقه في الاستئناف وإنه يستأنف لغاية نهاية السلم بتاع القضايا في كل الدرجات للإستئناف هذا كل ما كان موجود في لجنة زالة التمكين يعني ناس كتار بيجوا بس في التلفزيون بيجوا نفسهم بيجوا متهمين ومدانين صدرت أموالهم صدرت ممتلكاتهم والله إذا عنده 200 قطعة وإذا عنده 500 قطعة دي ما عدالة عدالة إنك يعني المتهم ده توديه محكم عادلة وتديه حقه في إنه يدافع عن نفسه بمحاكم عادلة أنا أسوأ ما فعلته اللجنة دي إنه هي ساعدت الفاسدين على الإفلات من العقاب في اللجنة دي في ناس كتار صلاحقتهم قالوا بفاسدين فعلا حرامية بالدربة العديل لكن لأنه الإجراءات لعوار الإجراءات وعوار القانون نفسه والرغبة في التشفي والانتغام في النهاية اتحاسبوا بإجراءات خاطئة وحرموا من حقهم في الدفاع عن نفس حرموا من حقهم في التقاضي والاستئناف وبالتالي جهت المحاكم الاستئنافية درجات أبطلط الحكم لفساد المحاكمة وكانوا يستحقوا أن نتحاكم من العقاب أنفلتوا من العقاب أيها دي أسوأ ما فعلته للجنزات مش إنها انتعكت حول المتهمين إنها ساعدت الفاسدين على الإفلات من العقاب وقدمت تجربة سيئة للعدالة الانتقالية يعني أنت أنا سميت العدالة الانتقامية شنو المشكلة فيه ليه أنت يعني متلهف ليه أنك تنكل بخصومك وكذا ما توديون المحكمة وخلي المحكمة في اللون عدالة محكمة عاد محاكمات عادلة وخلي المحاكم تقول رأيها فيهم تغرر في شأنهم تحدد إنه هل هم مدانين ولا لا هل هم فاسدين ولا لا ما بيصح إنه لجنة سياسية تلغي الغضاء وتقوم مغام وتنوب عنه في محاسبة الناس لكن الوقت داك في الشارع كان محتاج كده هم تشوفوا إنه الشارع محتاج نعم خطوات سريعة نعم يعني الغاية تبرر الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة دي ميكافيلية ما مقبولة لأنه الصورة الصورة ما نادت بالميكافيلية شعار واحد حرية وسلام عدالة شعاراتها حرية سلام عدالة إذا العدالة كقيمة إلهية وقيمة إنسانية يجب إنها تراعى وتحترم ما تمشي تتشفى في شخص أو في مجموعة من الأفراد لمجرد أنه أنت مختلف معهم سياسيا ماذا نفس العملوك كيزا أنت فرقك من دون شو نعم طيب أستاذا هنا الحركة الإسلامية لما جات في بواكير حكم عملت كده صادرت ممتلكات الناس وقبضت الناس وزجت بالناس في السجون وعملت بيوت الأشباح وداست على كل قيم العدالة فإنت هل أنت مفتوم بالتجربة بالتجربة دي يعني صرت عليها عشان تغيرها مفتوم بها عشان تجي تكررها تكرر نفس المسألة ده بس اختلافنا لما انكتبنا كده بجينا كذا لما نقول لهم يا أخي احترموا حقوق المتهمين وقدموا تجربة راجدة للعدالة الانتقالية واستفيدوا ما في دول كان فيها تجارب بتاعت عدالة انتقالية حصلت فيها حاجات زي حصلت عندنا في السودان وعملت تجارب راجدة نستفيدوا منا طوال انتكوس وبينه وبينك بيوت ما قعد تفريق معي الواحد بيقول لي انتكوس بيقول لنا الترابي اتما لك اتما لك انا يا غدي ما غلعت انا انا ابقى اتحادي ولا ابقى حزبهم ولا ابقى بحسي ولا ابقى شيوع ولا ابقى لا ديني طيب طيب استاذي الوضع الان يعني نختم بحديثنا الجميل وحلقتنا السمحة مع عقبي في بودوكاست اجمل زاوية السودان يمر ب مرحلة خطرة جدا جدا يعني اذا لم ينتصر الجيش وش هات نظرك فريعة كده ممكن يحصل يحدث ما يحدث في مقبل الايام والله طبعا بيقول لك الشر بره بعيد حكاية اذا لم ينتصر الجيش انا واثق انه الحمد لله بتوفيقه منه الجيش ان شاء الله ينتصر او يحقق يعني تقدم يمكن يدو العليا في التفاوض وبقول انه الحرب لم تكن في يوم من الايام خيارا لعاقل وربنا سبحانه تعالى عارفنا خلقنا وعارفنا ان احنا عارف النفس البشرية لا تحب الحرب عشان كده قال في معكم تنزيلي كتب عليكم القتال وهو كره لكم ربنا سبحانه تعالى ذاته قال البشر ما بحبه القتال وده امر طبيعي يعني في زول في زول بحب الموت النفس البشرية مجبولة على حب الحياة الحرب معناه موت معناه دمار وخراب ومعناه وآلام وفراق الأحب ودموع والدم خلاش لا النفس البشرية طبعا بتحب السلام محبة للسلام إلا زول مجنون الحروب دي دايما بيشعلوها المجانين النفس البشرية السوية بتحب السلام انت بتكون داير تكون قاعد في بيتك في مكتبك في ماشي في الشارع تكون آمن مغمين ما تكون خايف والحرب يقر انت الخوف وبالتالي يعني شعار لا للحرب دا أنا بعتبره شعار سازي لأنه أصلا بيقولوا نعم للحرب دا إما معاتيه أو منوضطروا لخوض الحرب بيقول لك إنه معظم الأمم الآن في العالم الدول كلها بتنشي جيوش وبتصرف عليها بميزانياتها مبالغ ضخمة وبتسلحها وبتدربها وتخصص لها ميزانية ضخمة وجيب لها طيارات ومدرعات ومدفعية وكل عن نوع الأسلحة والتقنية التقنيات الحربية والشغل الاستقبارات والشغل الحصول على المعلومة وكده بتعمل حكاية دي في زمن السلم ليه هل هل دمعناها إنه شعوب العالم دي كلها أو دول العالم دي كلها محبة للحروب لا لكنها هي يعني تستعد ليومك ريهة وسداد الصغر إنه إذا اضطرت لأنها تخد حرب تدافع فيها عن وجودها وعن حقوقها وعن أراضيها جيوش تكون جاهزة وبالتالي إنت الآن إذا عاينت في العالم بتلقى دولتين أو ثلاثة يعني دول تحسب على أصعب على يدها الوحدة اللي ما عندها جيوش أو اللي عندها جيوش رمزية يعني يضرب بسويسرا المثل في أنه ما عندها جيش يعني تفي بالشرطة لكن الدول اللي عندها الجيوش دي ما معنى دول يعني شريرة أو ما محبة لذكارها للسلام يعني وبالتالي أنا بفتكر إنه الحرب دي إنت ما ما بتبقى قليل قيار إلا إذا فرضت عليك مثل ما حدث في السودان الحال بالضبط كده هذه حرب فرضت على الجيش السوداني وعلى المواطن ولو إن حصرت على الجيش لهان العمر لأنه الدعم السريع مواطن الدعم السريع المتمردة شنت غالب حربها على المواطن وليس العزر ونكلت به تنكيلة قتلت مواطنين العزل وقتلت الأبرياء واحتغلت وخطفت ونهبت وسلبت وآتت كل مبقاة الدنيا ودونك ما يحدث هذه الأيام في ولية الجزيرة يعني دا غزو يعني يتم بقلوب متصحرة ونفوس قاسية ومغلة في القصوى والقلوب زي ما قلت منزوعة الرحمة إنو انت بتغزو غورة آمنة ومطمئنة غورة فيها غرويين بسطاء ناس يعني يكدوا يكتهدوا عشان ما يحصلوا على قوة يومون لا عندهم علاقة بالسياسة ولا عندهم علاقة بحركة إسلامية ولا بيكي الزان ولا بحكم ولا ذات وفيما هون البحكم السودان منه فيما معرفت ذات الرئيس السودان منه تدخل عليهم تروعون وتنهب ممتلكاتون وتقتصب النساء وتسرق عرباتون وتشردون وتهجرون من بيوتون وتطلق عليهم الرصاص وتقتل مننا وتحتقل وتخطف وتقتصب النساء ليه دي شنوه يعني دي حرب غزرة ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله ينصر دي حرب غزرة وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لا ينصر الباطل إن شاء الله إن شاء الله جيش السوداني منصور إن شاء الله شكراً كتير أستاذي والله والزمين والقاسم أسلام الصحفي والإعلامي ورجل الأعمال الشاطر أرد يعني جد استمتعت بالحوار معاك الليلة في أجمل زاوية وإنت كنت يعني من مسابة تطلق الدولة لهذا الحبيب الصديق شرقاوي وأنا متابع تجربتك دي بعجاب شديد الله يكرمك ومعجب بطموحك واجتهادك ورغبتك في أنك تطور نفسك واتكاراتك يعني شكراً جميلة وفكرة مواقبة جداً ليقاع العصر وأنا أتمنى ملاحظ يعني متابع أنه إنت ماشي في المجال ده بسرعة وأتمنى لك المزيد من تشوفي شكراً كتير إن شاء الله تسلم كتير الله يباني بتأكيد نحنا يعني دي كانت حلقتنا الليلة من بودوكاست مع أستاذنا الحبيب دوماً مزمير أبو القاسم اللي جد استمتعنا قيو أتمنى أن تكون استمتعتوا بحلقتنا وإن شاء الله متوكاست الجاي سيكون برضو مختلف وبشكل آخر وبمضامين أخرى ومعاني أخرى بمشاعة المولى عز وجل للملتغى في أمان الله سوّت علاني لغنا يا مستحك الغنا روح يا أمنيات وهواي ما لا سواك المنى آه بختارك انتو كفاي مهما خطاي ملتاك شافت سواك أمكنا